مرة أخرى تصنف اليمن ضمن قائمة الدول الأكثر مجاعة في العالم لم يكن هذا التصنيف قد غادرها منذ بداية اشتعال الحرب التي ضربت البلاد منذ العام 2014 الأمم المتحدة في إحصائية جديدة أكدت أن 7 ملايين يمني يواجهون المجاعة وصعوبة إيصال المساعدات الإنسانية أبرزها تعز المدينة المحاصرة من قبل ميليشيا الحوثي وصالح فيما أكدت الأمم المتحدة أن نحو 19 مليون نسمة أي أكثر من ثلثي السكان بحاجة لمساعدات غذائية عاجلة وأمام صعوبة في وصول المساعدات إلى مناطق المعارك وانعدام غذائي ترتفع نسبته بين يوم وآخر طالبت المنظمة الأممية المجتمع الدولي بجمع أكثر من مليار دولار لمواجهة هذا الارتفاع الحاد بعد أن وصلت اليمن إلى حافة المجاعة هذه الأرقام لا تعكس حجم المأساة الظاهرة للعيان في اليمن بهذه العبارة أيضا وصف منسق الأمم المتحدة لعمليات الإغاثة ستيفن أوبراين الوضع المعيشي الذي وصل إليه السكان في اليمن وقال في بيان له إن اليمن وقفت على دلائل رهيبة ومروعة على مجاعة تلوح في الأفق إضافة إلى مآس أخرى أنتجتها الحرب منذ اشتعالها المسؤول في هيئة الإغاثة الإنسانية التركية حسان إنجي وصف أيضا الوضع في اليمن بالصعب وأعطى مثالا بأمهات لم يتمكن حتى من إرضاع أطفالهن بسبب وضعهن النفسي ونقص الغذاء وتحدث أيضا عن اضطرار البعض للمشي خمسة أيام هربا من مناطق المواجهات تعود المجاعة لتضرب معظم المحافظات اليمنية جوع وفقر ومرض وما يزال اليمنيون يقاسون كل يوم تبعات حرب أشعلها الإنقلابيون في جميع الأراضي اليمنية ترجمة نانسي قنقر